كان من أبرز الشعارات التي رفعت عند انطلاق ثورة فبراير شعارات الوحدة الوطنية ونبذ القبالية والجهوية التي راهن عليها القذافي في تثبيت حكمه طيلة سنواته التي جاوزت الأربعين وعلى نقيد ما رفع من شعارات يرى مراقبون أن العوامل القبالية والمناطقية بالذهب كانت من أهم أسلحة الثورة المضادة التي رفعت في وجه استقرار البلاد وتحولها من حالة الثورة إلى الدولة ويرى نشطاء أن بداية النعرة الانفصالية في ليبيا كانت عند ظهور المشروع الفيدرالي في شرق البلاد الذي جاء حسب رأي مسوقيه لمواجهة التهميش والقضاء على المركزية ولقيت هذه الدعوات دعما من جهات إعلامية وشخصيات نخبوية واستخدم الفيدراليون كل ما وصلت إليه أيديهم لدعم مشروعهم فأغلقوا موالئ النفط وأطلقوا قنوات فضائية وصفحات اجتماعية وعجساما سياسية ويرى بعض النشطاء أن دعوات الانقسام لم تقتصر على دعاة الفيدرالية وحدهم فقد لوح بعض السياسيين بإمكانية التقسيم واستخدموها كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية وظهرت أنباء أن بعض التدخلات الخارجية من جهات دولية وأقليمية كان لها مصالح هي الأخرى في السير بالبلاد نحو التقسيم أما القانونيين فيرون أن تقسيم أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على أقليم ليبيا الثلاث كان نتاجا لهذا الزخم الذي بدأه دعاة الفيدرالية خصوصا بعد ظهور بعض مخرجات الهيئة التي رأى خبراء أنها تفوح منها رائحة الفيدرالية وفي ظل هذه الصراعات السياسية والعسكرية والانقسامات الحاصلة في مؤسسات الدولة الرئيسية بين شرق البلاد وغربها هل لا زالت وحدة ليبيا الوطنية اليوم على ما يرام أم أنها تبدو مهددة أكثر من أي وقت مضى ترجمة نانسي قنقر